يحضر معنا الأخ سي محمد أجعجاع ومن قيدومين الجمعويين في مدينة أو منطقة بولمان مرحبا بك شكرا أخوان هيبا بيس أنا سعيد أنني متوجد اليوم هنايا لأن هذه المناسبات تتفكرني بمرحل كنا ندوزناها سابقا والشيء اللي فرحني كثيرا هو استمرار واحد الروح اللي هي تخلقات منذ تقريبا 1870 فإذا كان الناس تغيروا فإذا انفجأت أجل أخرى فالروح هي الروح التعصد منذ 1870 تقريبا 35 سنة وهذا الروح هي سعيدان وهذا مجموعة الناس يوم توجدوا مختلف مناطق متاع المغريب ولكن بقوا دائما مرتبطين بهذه المنطقة وكانت يسعدهم أنهم يأتي ويتملك يطلو على المنطقة ويقارنوا ولماذا ولماذا يطلو على المنطقة فالشيء اللي جعلناه أنه في النهاية فكرنا سعاد هذه الإطارات اللي اليوم أنا مشروع أنني رقيت فيها شباب وأجيال أخر جديدة انت يعني توصى بالقيدهم ديال الجمعويين كيفاش تتشوف يعني العمل الجمعوي الآن في مدينة بل وش أنت راضي عليه ولا إلا 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 هو تحسنوا إلا 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 طيب دائما أنا سندو تنطفن وحتاج أنه أي حاجة تقوم بها الشباب إلا وتذكر دائما يعني بإيجابية لأنه ضعف بعد المرات اللي كي يعتري واحد عاداً تاع الحركات هو اللي كي تقطع التواصل فمن يتنشوفوا أن هذه المرحلة اللي إحنا فيها الآن كي يأخذوها تيستمروا فيها بدوها وحدين قسوها ثم مشوا بخاطرهم ومشوا بخاطرهم كي يختاروا أنهم ومعاود يدوجوه يدوجون مشعل فما تتندمش لأنه تتفرح لتجي وتتلقى على أنه ربما النسل يجوا من بعد بيروح أخرى وبتصور أخر أهم من تكشير ربما تصورت ذلكاً فانتبع تحسنوا دوامون تها السعادة وحدة في شوشة عجب دهاب منها ثم تلقى أنها أظهرت أكثر بالنسبة للمسؤول المدينة كيف تحسنوا في مدينة بولمان؟ يعني كيف أقول بنيات تحكيها؟ يعني أنت اللي عصر في واحد كما نقوله واحد عقود من الزمن طيب البولمان طبعا الحال لأنه من مواليد البولمان المواليد البولمان ما غادر في البولمان حتى 58 سنة تقريباً درسة تنوياء بيتفعام التنويات مثل ثم مكنس المساقرة فيها لابن هذا كان دائماً برجاء البولمان شيء اللي كانت تأسفه في أليه كثيراً هو أن أبولمان ربما ما كانت تنشوفه بالعين الخمسينات كان كان عنده مؤهلات وكان يمكن له يمشي الأمام لكنه في السنين الأخيرات من 58 تقريباً إلى 75 كان تقريباً شيء يسمى غيبوبة كان لابد انتظار حتجت 75 تأسيس تعماله ليس على الأقل أول مرة كي ربما تعرف أنه منطقة 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 متوسيلة رغم تاريخها النبالي فاهم ربما من المناسبة نحن الآن في أسفل تيشوكت هذه الجبل تسمي جبل تيشوكت كان آخر من المناطق التي تتفع ضد ضد الاحتلال الفرنسي ما سقطت حتى 1926 يعني في نفس سنة بمعنى 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 الروح الوطنية المتسبعين بها الناس في هذه المنطقة لكن بالمقابل تم إهمالها كثيرا بحتى الـ 75 لأنها كانت تبعا إقليم فاس فاسم طبعا تتعرف المدون الكبيرة فالكل المدون الكبيرة أول أن تفديه هي تقريبا ميجانية كلها في الصرفة الياب فإنما هذه المناطق تعتبر أنها هامشية مهمشة ثم مولمان طبعا تزاد من ناحية العددية من ناحية السقوان من ناحية العمراء تزاد ولكنه ولكنه ليس ولكنه ماشي في نظامه فتتخصل بنيات التحكيان لازال يشكو ضعف كثير خاصة لأنه مولمان وأنه كان سكوانة بولمان حتى سبعينات وقد جاءوا شيء كالتلاف اربعالاف سكوان لما فيه تقليد الوظيفة إذا الناس كل واحد تشل لو تيجي اسمي تقول أقرب مدينة بشي هاجر لها بولمان لا يوجد دار وإعدادية التي تريد وصل للتانوية في قرادين في البولمان ولكن تكدوس متاع الناس في بولمان ولكن طاقة تقرأ تنمية ضل بولمان ضل ضعيف ولهذا كانت تنشوف أنه ضعيف خاصة وأنه شيء شهده ليس شيء شهده فقط انت عزائر بل كنت كنت في الجماعة في البلدية التي تقسيت بلدية في عام 92 ثلاثة 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 عارف المشاكل والعراقين وعلى شمد وعلى شبولمان ستبقى شكرا ناس